اشتركوا في القناة 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 في النادي لأن احنا بنتكلم على أرقام كبيرة بنتكلم على لعب على مستوى عالي جدا بنتكلم على إصابات نتيجة كل التراكمات بتاعت الجهد البدن الكبير وهو فكرة تطويري يا أستاذ إبراهيم لأي حاجة مهش انتقاص ولا انتقاد للوضع الحالي ولكن ده منطق الحياة ومنطق أن تأخذ بأسباب العلم وأنك بيستمر بصص لقدام ففكرة أنك تمسي قطاع واتطوروا عن طريق أكبر المتخصصين في مصر ده واجب عشان كده أعتقد اللي تم النهاردة شيء مهم جدا الكابتل محمود الخطيب بعد ما عكف على دراسة الملف الطبي بشكل متأني جدا وسمعوا عمل جلسات كتيرة واجتماعات عشان يحط يده على إزاي نقدر ناخد الخطوة اللي جاية في سبيل هذا التطوير المنشود للمنظومة الطبية في النادي تم تشكيل لجنة طبية أو هيئة طبية في النادي برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والدكتور أحمد عبد العزيز ده البروفيسية أحد أهم طباء وجراحي العظام على مستوى العالم عنده مكانة عالمية كبيرة جدا وعنده بحوث دولية كبيرة جدا بيستشهد بيها الدكتور أحمد عبد العزيز هيكون على رأس هذه الهيئة الطبية معاه الأستاذ الدكتور ياسر المليجي ده أستاذ إصابات الكتف والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل ده جانب من الاجتماع اللي تم النهاردة يعني أنا معايا الثلاث أساذ في التخصصات المختلفة أستاذ الكاتف وأستاذ لإصابات الأنكل أو الكاحل وحينضم إليهما باش مهندس أستاذ في القلب والأوعية الدموية إذا كان ليه حق الإختراح وفي العمود الفقري لأن ده من الإصابات الكتيرة اللي بتيجي اللعبة الكورة يجوز يكون ده مشمول في التخصصات اللي موجودة يكون من الناحية الطبية ده مشمول في هذه التخصصات لكنه هذا التشكيل لهذه الهيئة زي ما حضراتكم شايفين جانب من الاجتماع لكابتن محمود الخطيب النهاردة معهم حضر الاجتماع الكابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة وأيضا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علشان يتم الاتفاق على خطوط العمل الكاملة زي ما انتوا شايفين وخضر حتى مارتن لسارتي المدير الفني على سبيل إزاي تقدر توصل للشكل الكامل في الرعاية الطبية وأعجز حاجة يعني هو كل عبقرة الطب بيحضروا سمينارات ليه وبيروحوا مؤتمرات دولية ليه لأن دائما هناك الجديد هذه خطوة لتحديث وتطوير المنظومة بتاعتك وهي خطوة واجبة عشان كده كابتن سيد عبد حفيز مدير الكورة يمكن كان له تصريح مهم قال أن الكابتن الخطيب من فترة طويلة أول ما بدأت الظاهرة فعلا تزداد والناس زاد الجدل بتاعها والناس اتكلمت في حاجات كتيرة قال أنه كان مهتم جدا بالاستماع لمتخصصين كبار وأسازة كبار في الطب الرياضي عشان يحط إيده على كيفية العمل بشكل احترافي وبشكل علمي إلى أن تم الاستقرار على تشكيل هذه الهيئة الطبية لتطوير منظومة العمل الطبي الرياضي في النادي كمان الكابتن محمود وأنا أتمنى بشيء يذكر يعني أتمنى أن يكون الأهلي هو المحتضر لمبادرة أن يتعامل مركز طبي عالمي لعلاج إصابات الملاعب ويبقى الهب بتاع المنطقة أيوة يعني يبقى اللي عنده إصابة في أي مكان في الوطن العربي أو الدول المحيطة بينا عارف أن المركز ده مركز عالمي وهذا مشروع استثنائي معالج ويؤهل بالضبط عندنا أرض كتيرة وموجودة صحيح وأسات زكبار وعندنا أسات زكبار وعندنا معاهد ومتخصصين على مستوى العالم في أسبانيا وفي ألمانيا نقدر نتعاون معهم يعني أنا الأوان أن يأخذ الأهلي بأسباب التطوير للحالة الطبية في مصر والمنطقة يعني تشكيل هذه الهيئة الطبية يبقى نقطة انطلق هي النواة هي النواة اللي تنطلق منها طموحي إلى مركز الأهلي للتأهيل الرياضة قعد أحلامي إن شاء الله لا لا أحلام مشروع وأحلام كمان مهمة جدا الحياة الترجي الرياضة التونسي الشقيق وجه دعوة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية اللي بيحتفل بيها الترجي بمرور مئة سنة على تأسيسه ده من منطلق العلاقة الطيبة جدا والتاريخية الحياة بين الأهل والترجي التي نأمل أن لا يكون قد عكر صفوها كل الأحداث اللي مرت بنهاي دور أبطال أفريقيا ويكون الثابت والمستقر دايما العلاقة الطيبة الدعوة دي ما ليش إلا معنى واحد حرص الترجي على استمرار العلاقة وهو حرص متبادل إحنا من جوانا نشعر إنها خليها سحابة وخليها لحظة مصالح متعرضة ولحظة كان الترجي بيتقال له أنت هتفضل تخسر على ملعبك لإمتى يعني في ضغوط لكن اللي في القلب في القلب والمواد موجودة والحب موجود والأخوة موجودة وأنا أعتقد أن الكابت الخطيب حيرحب بهذه الدعوة إن شاء الله الظروف الصحية لكابت الخطيب وقت الاحتفالية يكون الوقت سامح إن شاء الله إنه شارك الترجي ونجوم الترجي وأبناء تونس الاحتفال بالترجي الكبير طبعا قلنا لكم من قبل كده شيء من الصبر وشيء من الهدوء هتستمتعوا بأهل مختلف وهتشوفوا فرقة مختلفة تماما والتدعمات اللي النادي عملها في فترة المركات الشتوي كانت تنبق بكده لأن الحقيقة هذه النوعية الرائعة جدا من اللعيبة هذه الكفاءات الفردية والمهارية العالية جدا هذا التدقيق في الانتقاء كان بارس جدا وواضح أصفر وأفضل إلى هذه الصورة الرائعة من هؤلاء اللعبين شديد التميز مهارية أنا باش منتصف شوف يا عايز تتكلم في الموضوع ده دلوقتي أو لنأجله حنأجله بس ده دم نسبة أنه لأنه لأنه أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هو الأموال اللي انفقت أموال ضخمة وكان في ناس يقول لك وأنت بالمبلغ ده مش كنت تضد تجيب أحسن لعب ممكن نروح أجيب لعب غالي بالمبلغ ده وأنا متواهم أنه أحسن لعب أحسن لعب هو اللي عنده المهارة وعنده الشغف وعنده الحلم أن يلعب للنادي الأهل طب حاجيب ده منين حشتريها بكامل فحسن الشحات مثلا الصفقة الأغلى لو رحت ممكن نجيب على مستوى كينو وأعلى أوطى شوية ممكن لكن هجيب منين هذا الشغف وهذا القلب وهذا الحب وهذا الانتماء اللي هي اللي هي بتترجم لك في شكل من أشكال إنكار الزاد وشكل من أشكال التعاون وشكل من أشكال العطاء في أقصى درجاته وخلاص بتتطمن أن عندك قيادة بتتربج والنادي الأهلي فأنت لا في حاجات ليها تمن مش المهارة أي الشخصية الشخصية مكوناتها أي عشان كده اللي استمتع منكم بالمباراة الأخيرة للأهلي أمام سنبا خرج به الانتباع ده إنه الأهلي بات يقدم الكرة الجميلة الرائعة جدا القادر بها على تحقيق النتائج في أي وقت بشكل مبهر وأعتقد كثرة هؤلاء اللعبين المهرة الجاهزين خلى الجهاز الفني يشعر بشيء من الارتياح وهو بيتعامل مع ملفة وقال أنت بيغيب عندك لعيبة مرعبة يعني قاعد عمدة الخيمة رمضان صبحي فيغيب عن الماتش وليد وليد سليمان وليد أزارو وليد أزارو يعني إنما عندك النهاردة البدائل اللي على نفس المستوى مش بدائل هي حلول صحيح هم أصبحوا كلهم مفيش أساس وإحتياط أصبحوا حلول وأوراق متكافأة على أعلى مستوى فيه دي جاز الفني برضو مش عايز إننا نعيش فكرة إيه بقى إن احنا لازم كل ماتش نلاقيه التسعين دقيقة على هذا عزيه الوطيرة لكن مؤكد إن الكل مغرص المؤكد مؤكد إنك حتشهد أهل مختلف إن كل العناصر هتقدم كل ما في وسعها من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد هذه الجماهير الكبيرة مرتل لسارتي أظنه كان محتار كان مش مستقر بشكل سريع هو المعاونين بتوعه وهو بيختار القيمة اللي داخل النهاردة معسكر الفريق علشان يلعب بكرة مباراة أمبي إن شاء الله لأن الحقيقة عدد اللاعبين المهرة المتميزين برغم هذه الإصابات الكبيرة والكثيرة مكنت مرتل لسارتي من اختيار قيمة لدخول مباراة الغد مع أمبي القيمة فيها الشريف إكرامي ومحمد الشناوي سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد علي معلول وحسام عشور هشام محمد وناصر ماهر عمرو السلية وكريم ندفد جيرالد وحسين الشحات وصلاح محسن وجونيور أجيه ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم علي أنتوا هتلاحظوا أنه رمضان صبحي رجع من إصابة خفيفة أبعداته عن مباراة سمبا هنلاحظ أنه كمان صلاح محسن بدأ يدخل في تشغيل جيرالد ورجع جيرالد ورجع بعد إصابة خفيفة باسم رجع بعد إصابة فأنت بتتكلم على وحتى حسين الشحات كان أصيب بكادمة خفيفة في مباراة سمبا لكن الحمد لله قادر يشارك عبالي نجم الكبير ده اللي مستنينه برضه بإذن الله أحمد فتحي تحت التأهيل وديكوا شايفين يوم بعد التاني الأهلي بيستكمل أو بيسترجع قوته الكبيرة في تدريبات منفردة لياسر إبراهيم قلب الدفاع الحياة اللي بيمثل إضافة نوعية أيضا مهمة لفريق الأهلي خاد مران تأهيلي على هامش مران الفريق النهاردة تحت إشراف طارع عبدالعزيز أخصائي التأهيل وبيقترب ياسر إن شاء الله من تجهيزه للعودة بعد ما كان أصيب في العضلة الضمة الأهلي حيفرغ من مباراة إن بإن شاء الله تعالى التلات ثم يطير إلى يوم السبت إلى تنزانيا عشان يؤدي مباراته مع سمبا التنزاني لكن يمكن حتى من المفارقات الطريفة مدرب سمبا الأهلة هيلعب مباراة الجمعة آه آه هيلعب ماتش الجمعة ثم يسافر السبت إن شاء الله الجمعة الأهلي وحرصوا الحدود ثم السفر السبت إلى تنزانيا الناس قالت لك مدرب سمبا قال لك أنا مش هيلعب ماتش العودة إلا لما الأهل يلعب مؤجلات في الدور طيب المهندسة مير عاد للمدير الإداري للنادي حيسبق سفر البعثة إلى تنزانيا حيسافر يوم الجمعة عشان يستكمل كل الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة يوم السبت إن شاء الله المباراة مع سمبا هتكون يوم 12 من فبراير الجاري والجهاز قرر استحاب الشيف محمد الدالي معاه خلال الرحلة علشان يوفر للعيبة كل التغذية المطلوبة النجم والمهاجم المغرب الكبير وهدف الفريق وهدف الدوري من قبل وليد أزارو بيعود للتدريبات مع الأهل إن شاء الله عقب عودة البعثة من تنزانيا أخبار طيبة ورب كلهم يعني يرجعوا في حالتهم اللي احنا عارفينها عشان نبقى الأهلي كده وانت قاعدوا تتفرج عارف إن الحلول موجودة وانت ما تقلقش أبدا ولد أزارو يرجع بعد العودة من تنزانيا إن شاء الله يدخل في تدريبات الفريق أحمد فاتحي أيضا على نهاية الأسبوع إن شاء الله يكون دخل في تدريبات الكرة مع الفرقة ومروان محسن أيضا بيقترب من العودة بعد الإصابة اللي كانت لحقت به أيضا وبيخوض لها برنامج تأهيلي كامل شايفين حضراتكم كل التجهيزات مستمرة لتأهيل هؤلاء اللاعبين العائدين من إصابات ووقتها سدقوني الناس اللي بتتكلم دلوقتي على ملف الإصابات هيغيروا الستوانة أو هيغيروا المؤشر إلى جزئية تانية خالص هيبدأ الضرب في استقرار الفريق فلان زعلان إنه ما بيلعبش فلان غضبان إنه ما أخدش نسبة تكدس النجوم تكدس اللعيبة أنتوا جبتوا اللعيبة دي كلها ليه كل اللي كانوا دلوقتي على طريق التربص بالأهل وعلى كل محاولات هز الفريق وأيضا النفخ بكتير في ملف الإصابات هيدوروا على التكدس والزحاج خلاص أعتقد أن جماهيرنا من واقع الفطرة اللي فاتت أصبحت محصنة مثل هذه الألعاب وكلما زدادت الضراوة والهجم الشرسي على الأهلي كلما زادت اللحمة ومساندة الجماهير ونشكر الناس اللي هي افترت على الأهلي وتجاوزت في حقه عشان ما كانش فيه طريقة أجمل من كده نختبر بيها العلاقة اللي بين الأهلي وجماهيره اللي بتزداد كل يوم عن يوم تماسك وقوة ودفع ومؤذرة ومؤذرة يوم الأربع إن شاء الله بعد غد الأربعاء المفخخ في الجبلية لأنه القصة بدأت النادي الأهلي أولا الأهلي تأجلت كل المطشات اللي تأجلت مش عشان لا كان في رحلة ولا كان في أجازة ولا كان مريح الأهلي كان بيلعب مطشات رسمية الأهلي بيشارك في البطولة الأفريقية بيصل فيها إلى الأدوار النهائية أو الدور النهائي ويشارك أيضا في البطولة العربية ولعل ده اللي حاصل من هذا الجدل وهذا الاتهام لا ليفك الاشتباك بقى ويخلي اتحاد الكورة في الموسم الجديد ما فيش حاجة أشارك في كل أجندة الانتحاد العربي وكل أجندة الانتحاد الأفريقية أي حط الانظام حط نظام وفرده عايز تجامل عارف أن أنت بتجامل لكن أن أنت توافق للأندية أو توافق لمسؤول الانتحاد العربي على أن أنت هتشرك لهم كل ما يحتاجون للأندية المصرية ثم بعد كده لا تصغي للأندية وهي بتتألم وتتوجع من ضغط هذه المباريات وحجم هذه الإصابات بالنسبة للوطول العربية أنا بفكر هو كاس العالم الآن دي عشان ينجح لو كان بيخلي بطل أوروبا وبطل أمريكا بطل أوروبا تحديدا يعني بيشارك من كل الأدوار التمهدية والتأهل وبعدين يخش ما كانش هتلاقي برشلونا وريال مادريد والمان يونايتد وباين ميونيخ مش هيقدروا فجنبهم بيلعبوا على طول من السيمي فاينل البطولة العربية تقدر تحط مصطرة تقيم بيها الفرق اللي تشارك في النهايات على طول ما تدخلش الفرق دي في تصفيات وإرهاق وصفر إذا كنت شاف أهمية وجودها من ناحية الفنية ومن ناحية التسويقية وقوة المسابقة يبقى لازم فيه ناس يتعامل بمعايير لأن عندها التزام مش عشان على رص ومريشة عشان عندهم التزامات أكتر من غيرهم ده مختارح كده يدرس يعني طيب اجتماع الأربعاء المفاخخ ده في الجبلية ومفاخخ سدقوني لأنه تقريبا محدش عارف إن العملية راحة على فين أو السادة حكام الجبلية عايزين إيه النادي الآلي أظن من المهم ومن المناسب التذكير بنقطة 2-3 النقطة الأولانية الأكيد والمؤكد إن الأهلي عنده كل التأدير والاحترام لكل الأندية الشقيقة المشاركة في المسابقة فبالتالي فكرة إننا البعض يعتقد إنه فيه اتجاه في التحاد الكرة لتكتيل بعض الأندية ضد رغبة النادي الآلي دي مسألة مردود عليها بشكل واضح وصريح جدا إنه الآلي ما تكلمش في حقوق حد خالص لم يتحدث الآلي عن حقوق أي نادي منافس الآلي جات له موعيد تحاد الكرة بعت له جدول تم ترتيب كل الأمور بناء على هذا الجدول في المباريات المؤجلة عانى الأهل الأمرين من ضغط المباريات وكثرة عدد الإصابات وشفتوا لغاية هوا بيلعب كل ثلاث يام مباراة يعني لعب أول مباراة ثم هيلعب بكرة ثم هيلعب الجمعة ثم يسافر السبت فيه جدول أقل ما يمكن وصفه إنه جدول غير أدمي لكن إصغاءا للمصلحة وإرضاءا أيضا لترتيبات الإسعداد لموسم استثنائي من البداية الأهل قابلة بكل هذه الظروف وهذه التحديات ودفع التمن في عدد الإصابات غير الطبيعية اللي حضراتكم شفتوها الأهل أباش ماندس لما قال أنتوا بعدتوا لي جدول أنا محترمه ومحتفظ به وملتزم به من تنفيق المؤجلات ما تيجي نشوفوا الأمور عشان نفسارها ونحللها أي الأهل بدأ الموسم مطالب نشرف كل بطولات ضد قناعته حط انتزاماته أمام اتحاد الكورة قال له اتصرف لي فالتحاد الكورة هو اللي كان بيتصرف ليس بناء على طلب الأهل دي نمرة واحد لأن الأهل حتى لو طلب مش هيطلب ان يلعب هذا الجدول المضغوط وكان يعلم النادي الأهل أن استجابته للمشاركة في كل البطولات تعني أنها سيقدم تضحيات طيب النادي الأهل لعد زي ما أنت بتقول إصابات بالجملة ولما عانى الآلي إصابات لمدة 15 يوم كلفته ثلاث بطولات التققر في الدوري فقد البطولة الإفريقية قال خروج من البطولة العربية إذن دفعت ثمن ثالث وامتلت يعني ما تجملش عشان يعني أو رايحو زي ما بيقولوا الناس كل هذا الكلام لم ينفجر إلا عندما انتهى الموسم الشتوي وقد استطاع النادي الأهلي إنه يعالج الصغرات اللي عنده ويعمل مركاته يدعم بالفريق وبدأت بصمات تظهر في شكل أداء مش التسعين دقيقة ومش كل مباراة لكن مختلف تمام فبدأ عملية تنغيص الحياة الشوشرة تشتيتك إلعب بقى مؤجلاتك شمعنا أنت أنت مرتاح نقف عند كلمة هو أنتو بتريحوا الأهلي ليه هو أنتو بتريحوا الأهلي دي الأول أول حاجة ضبط المفاهيم هو الأهلي هو اللي مرتاح أنت قلت المرة اللي فاتت الأهلي لعب 33 مباراة 35 مباراة مقابل 29 الزمالك و21 تسعة شوارة زماني 20 ما علينا مع 36 ومتش الأخير بقى 36 آه والأهلي لعب 36 و22 والزمالك 30 إذن إذن الأهلي مرتاحش على حاجة دي الأهلي هو صاحب الأجندة المضغوطة هو صاحب الكسافة في أداء المباراة وهو صاحب الصفرات الكثيرة 8 رحلات 9 بالأخرى 8 واللي جاي 9 واللي جاي 9 كل ده والأندية اللي بيقولوا يعيني مظلومة ويعيني بتلعب في موعدها والأهلي هو المرتاح بتلعب أقلم الأهلي كتير بكتير فهنا حاجة إن الأهلي بترايحوه لا الأهلي مش بترايحوه الأهلي أنتوا مضطرين تعملوا كده وإلا يبقى ما فيش دوري وإلا يبقى فالأهلي بيضحي لاستمرار الدوري أيوة لازم تاني مفهومة أي الأهلي قبل هذا التحامل وهذا الضغط إنقاذ للموسم الاستثناء فهو النبي بلاش قلب الحقائق لكن هل من حق بيرامد والزمال اللي كنت دور على مصالحه مؤكد هل من حقه يقول أنا شاف مصلحتي في كده حتى لو هي مش في كده هو شايفها كده حتى لو جاب سيرة الأهلي جيب سيرة الأهلي بس الأهلي حيرد بالحقيقة كل ده جميل جدا ما علاقة هذا الأمر إن كل واحد يحط همومه قدام اتحاد الكورة من هذه الأطراف أصحاب الحق كل واحد عنده حق في طلباته ولكن لا أحد ينظر إلى الأهلي وظروفه الضغط اللي محطوط على اتحاد الكورة كالعادة زقها بالعصايا قلتلكوا أنا المثل ده بل كده هفكركم بيه بتاع العمدة العمدة لما كنت في زيارته وجاله بلده عن نيل وطع على وين عندنا في اللقاء في كوم حماد فوطع عليه كده قال له حاجة قال له زقها بالعصايا أنا قاعد حاجان يا عمم تقول لنا إيه زقها بالعصايا بعد شوية قال لي ده النيل رمى جدته جدت جثة جثة ميت طفت ناحية الترعة فبيقول نعمل ايه قلتلك زقها بالعصايا تطلع في البلد اللي ورانا ليه بقى لأنه نشالها هيحل المشكلة هيجي المأمور وتحفز على الجثة وينبتدي يبقى البلد خرجت من سيطرة العمدة على القل لمدة شهر لحد ما شوفه محل في الجثة دي فزقها بالعصايا مشاكل مصر قاعدت 30 سنة تزقها بالعصايا عشان اللي يجي وراي عيني هو اللي شد الجثة وهو العالج وهو اللي تحمل الفطورة هو الواجه والمشكلة فالتعاد الكورة قال لك الله ده أنا عندي افتكر كان عندي حاجة اسمها لجنة شؤون اللاعبين آه أنا جمدتها لجنة شؤون الأندية بعد ما تكونت يعني دشتت طب ما نستدعي الأندية وكان نعمل إياه فيها فوتنج أنت تستدعي الأندية قبل الموسم ايوه أنا هعمل النظام الفلاني ايوه واعتقد أنه أعمل كده ايوه بتستدعيهم تاني ليه انت قلت لهم هيبقى دولي مضغوط هيبقى فيه مؤجلات هيبقى على حساب حاجات كتير ممكن الناس تشترك في البطولة العربية الناس تشترك في الكونفدرية الناس في الافريقية قالوا لك لأ أو أنت اللي قلت لأ لازم تشتركوا في كل حاجة ها فالناس اشتركت وقالت لك عامل اللي انت عايزه لما تعمل اللي انت عايزه وتيجي في لحظة ما نادي أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة شافين أن مصلحتهم مش في اللي انت عملته ليس من حق أحد أنه لك تبتعلي نوعه التاني لأن دي مش قاعدة فيها كومفرمايز مش قاعدة فيها تفاضل مش قاعدة فيها حلول وسط دي قاعدة كل نادي له مصالح يريد أن يحقق هل من المقبول في أثناء الموسم أن تدخل بالنظام جديد غير مقبول أيوة وده اللي كان الأهلي من زمان يحرص عليه حطني في أول الموسم في نظام التزم بيه قاعد انت مع الأندية كلها خد النظام اللي انت عايزه أعتقد انك عملت كده فمسألة طب هما الأندية بقى آخر خطأ سيدة إبراهيم أنا الأهلي هو بقى حابي إيه اتعاد الكرة يقولك طب الأندية تيجي وهي اللي تقول إيه النظام فيبتدي إيه اللي عنده اتصالات أكتر بالأندية ويبقى فوتينج ويبقى وليس من حق أحد حتى لو نادي الوحده إن حد يتكلم في شأنه بالضبط لأن انت لو كلمت في شأني من الأول وقلت لي مش هققلك كنت ممكن أنسحب من بطولة من البطولات كنت ممكن ملعبش كاسماس كنت ممكن ملعبش البطولة العربية كنت ممكن مختار بدايل تانية إذن فكرة اجتماع الأندية أنا مش فاهمها إيه الغرض منها غير إن إحنا نوتر بعض العلاقات لإنه حيحصل خلي بقى لك أستاذ إبراهيم نقطة مهمة جدا أنا هقولها من دلوقتي الأندية اللي قعدة دي هتاخد مثلا وجهة نظر بقرار في اتجاه معين هي هي نفس الأندية كمان شهر لما جدول الدوري تتغير المراكز فيه هياخدوا قرار عكس اللي خدوه النهاردة لو جمعتوه عندك استعداد إن تعمل كل 15 يوم أو كل شهر اجتماع للأندية تقولهم نعمل إيه في الدوري طيب ده سؤال منطقي جدا وبيفتح لنا ورق المشكلة بقى هو ده التعديل الأول على جدول الدوري هل ده أول مرة اتحاد الكورة يعدل في موعيد جدول الدوري مؤكد لا تقريبا في تعديل المعدل وتأجيل المؤجل وكل سنة نبر شغالة طوال الموسم هل تم أخذ رأي الأندية في كل ما تم من تعديلات مؤكد لا لجنة المسابقات اللي بتدير هي اللي بتأجل عندها اتصالات مع الجهات الأمنية عندها مشاكل في الملاعب عندها أي أسباب أخرى عندها تعارض موعيد عندها تأجيل عندها أجندة أفريقية متدخلة في أسباب كتيرة جدا بتدفع عامل حسين رئيس اللجنة إلى إجراء تعديلات لدعى مسؤول الأندية لتم استشارة أي حد لحد يعرف أي حاجة فقط بيعلن خبر أنه تم تأجيل مباراة كذا لكذا اليوم كذا عشان تبقى يوم كذا طيب اشمعنا المرة دي قبل ما تقول اشمعنا المرة دي هو جدول الدوري ده عمل فني ولا عمل توصفه بإيه؟ أنا بقول له عمل فني عمل فني ليه؟ لأن أنت أنا مدرب مش في النادي الأهل في أي نادي بيتحطي لي جدول بلقاءات معينة في مواقيت معينة على ضوء هذه اللقاءات وتدرجة في القوة وتفاوتها في القوة والملاعب اللي حلعب عليها والزمن اللي حلعبه أنا بحط خطتي التدريبية أنا بحط أحمالي أنا بحط تصوراتي عن الروتيشن ده انت في أن دي بتزبط إيقاف لعبتها بالإنذار التالت على الجدول ده مثلا؟ أنا هلعب نادي مهم المتش بعد الجاي فمنفرقش معنا اللعب ده يتوقف بالعاكس أنا بقول له رح خد إنذار بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد اللي جاي فهمت إزاي؟ بحيث أنه يعد المتش خفيف ويجي في المتش اللي هو عايز اللعب ده فيه بياخده هتقول لي ده تحايل أنا تحايل أنا هندحك على بعض تحايل إيه؟ تحايل فني أنا حر في العناصر بتاعتي أو أريحه بدنيا لكنه في النهاية أنا عندي أجندة أنا ملتزم بي أنا بقى دي لك التطرف ووصل إلى هذا الحد أنه بيأثر على قرارات المداربين يا أستاذ إبراهيم إداريا وطبيا ولياقيا ونفسيا وكل حاجة أنا فمش معقولة أن أنا بمردت بنفسي على جدول وانت بتعدلي بدعوة إيه؟ ملعبتش في الموعيد بس غيرتلك الأطراف ده هو ده لب القصيد تغيير الأطراف هو ده لب القصيد عشان كده النادي الآلي لما أعلم موقفه كان موقف واضح وصريح تماما أنه أنا باحترم ما تلقيته من موعيد وجداول وبأطالب الاتحاد وكل اللي جاء المسؤولة أن يتنفذ ما تفق عليه ده الخطاب اللي كان راح من الأهلي قبل كده في إعلام موقفه اتحاد الكرة رد دلوقتي بالدعوة اللي باعتها للنادي الآلي ومؤكد باعتها لبقية الأندية الثمنتاشر المشاركة في الدوري لاجتماع الأربعاء هنوقف عند كم حتة فيه الموضوع أو الخطاب مرسل الموضوع اجتماع السادر وأساء لندية يوم 6-2 الساعة 2 مساء يسعدني أن أنقل لسيادتكم تحيات السادة رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتحيات الشخصية خطاب ممهور بتوقيع الدكتور سروة سويلة أو اللواء طبيب سروة دكتور لأنه هو دكتور في القانون جالي تعديل يجب التنويه به تفضل لأن أنا ذكرت أرجو أن يتم ضم أحد على تشكيل الهية الطبية على الإصابات العمود الفقري جالي التشكيل دلوقتي بالتخصصات السليمة تفضل لأنه كانت قال أن الدكتور ياسن المليج إصابات كاتب لا الدكتور ياسن المليج إصابات العمود الفقري يبقى كده وده منطقي عندك رجبة عندك فقري عندك الدكتور أحمد عبد عزيز أستاذ إصابات الرقبة الأستاذ الدكتور ياسن المليجي أستاذ إصابات العمود الفقري الأستاذ الدكتور خالد شهيب أستاذ إصابات الكتف والأستاذ الدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات القدم والكاحل وهيضاف إليهم زي مولة لحضراتكم أستاذ في القلب والأوايات الدموية لاحقا إن شاء الله هنا ده يبقى اكتمل كده ده تشكيل مكتمل شغل علمي كبير لا يعني كويس أن جالنا التصويب ده علشان فعلا كده يبقى كل شيء معمول حساب طيب عودة بقى لاجتماع الاربع ان شاء الله ده اجتماع الاثنين في اجتماع الاربع ما هي برضو كلها اجتماعات بس الجسل اللي اتزاقت بالعصايا من اتحاد الكرة جات على النادي الاهلي فعلى الاهلي انا هتعامل مع الوضع القانوني بقى لانه الاثنين كمان جيران يعني اتزاقت العصايا من اتحاد الكرة كانت زاقة بسيطة انما فيها تلقى الاهلي هذا الخطاب اللي المدير التنفيذ الاتحاد الكرة ساروت سويلا بيقول اتشرف بالافادة انه من منطلق العلاقة الوثيقة والمصالح المشتركة بين الاتحاد والاندية من اجل مصلحة اللعبة والعمل على رفع مستواها بما يخدم المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها فقد تقرر ده قرار اتحاد الكرة فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد توجيه الدعوة لسيادتكم او من ينوب عن سيادتكم من اعضاء مجلس ادارة ناديكم الموقر لحضور الاجتماع المشترك مع مجلس ادارة الاتحاد في الساعة الثانية مساء يوم الاربعاء ستة اتنين بمقر الاتحاد ليه ودي النقطة اللي انا بقول لكم نحترم جدوى الاعمال حتى الاجتماع نفسه لانه الجملة الجاية حيرتبط بها حاجات تانية لبحث كافة الامور المتعلقة بايه بمسابقة الدور العام 2018-2019 واتخاذ القرار المناسب بشأنها ننتهز الفرصة لنعبر لسيادتكم عن كامل الشكر والتأدير لحسن تعاونكم واهتمامكم ولتفضلكم بالحضور الخطاب موجه من اللي هو سروة سويلم لكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي هنا يا باش مهندس هقف معك عند جملة لعلها تكون فاصلة جدوى الاعمال هذا الاجتماع والهدف منه زي ما الاتحاد قال بحث كافة الامور المتعلقة بمسابقة الدوري يعني انا لما يجي حد يقول لي وقالها نادي الزمالك انا عايز الاهلي يلعب مباراة الكاس مع بيرامدز قبل ما لعب مع الاهلي ونادي بيرامدز قال انا عايز العب مش هلعب مع الاهلي مباراة الدور التاني الا لما يلعب الاهلي مع الزمالك مباراة 30 مارس ورجع ورجع اتقال ان بيرامد بيقول احتراما لرغبة نادي الزمالك الشقيق احنا نتنازل عن طلب ان لازم الزمالك والقال يلعب الاول اتقالي هذا الكلام انا قريته مبارح يمكن مش جواب رسمي يمكن ما اعلن من مخاطبات رسمية للاتحاد العربة امام الحصان في الطرفين هنا الزمالك مش هلعب بعد النجوم انا قلتلكوا ليه هو حددها بمباراة النجوم عنده كهرباء وعنده طرق حامد عندهم نظرين فهيتوقفوا المباراة الجاية فالرجل هيلعب مباراة النجوم فناخد الموقف المؤجل نأجل القرار لما بعد النجوم انما مش هلعب بعد مباراة النجوم الا لما الاهل يلعب مع بيرامدز في الكاس ويخلص الاهل مؤجلاته الاهل بكرة يخلص مؤجلاته ما يقعدلوش من الدور الاول الا مباراة الزمالك الاهل ما قالش كده على الاسماعيلي اللي ما تحدد لهاش معاد ومش من شأن الاهل انه يشترط عشان يقدي فريق يكون التاني هو اللي لعب اجندة توضعت او جدوى للتوضع وفقا لسياق زمني مضغوط جدا وهو زمالك كده كده ساذ برين متعدد تلاتة ابريل تمام يعني الزمالك والاهلي تلاتين مارس وماتش الاسماعيلي بتاعت زمالك في تلاتة ابريل طيب فين الترتيب الشماعة ولا اللي بدأ بتاعت لا بس هيجي يقولك متى السنة اللي فاتت خلاص انا مقدر هزا الزروب عشان كده لا 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 كل نادي انا عشان كده اقولك كل نادي حيتكلم من منظور مصلحته لكن ما كانش دائما بيستجاب لنادي الاهلي كمان يعني طيب انا لما يكون هذا الجدول في الخطاب المرسل انه البحث امور الدوري هل لحد الحق في انه يدخل مسابقة الكاس كنت تقولي انه فيه الكاس عشان نبدأ نبحث الاجندة كلها لكن انت بتتكلم على كافة الامور التي تتعلق بالدوري فدي مسألة ودي مسألة تانية خاصة هنربط دي بدي يبقى انتم مش عايزين تحلوا الاهلي وهو بيؤكد احترامه لكل الاندية الشقيقة من المؤكد ان المسألة التي يجب ان تكون ظاهرة وواضحة للجميع انه بقيت الاندية الشقيقة ليست معنية بالازمة والمشكلة انت بتستفتي لي رأي بقيت الاندية في ازمة اثارها ناديان ضد الاهلي يعني فيه ثلاث اطراف بقيت الاندية هتصوت على ايه ما والاهلي لم يصوت ولم يسأل عن موعيد بقيت الاندية دي كلها لما تحطط زي ما كل الاندية لم تسأل هل علشان دلوقتي فيه نوع من التخفي وراه شمعة الاندية هل الامر مقصود به هذا الدفع بشوهندس شوفوا طبعا انا عندي تصور انت عندك تصور لجلسة يوم الاربعة لكن مش من الحصافة ان احنا نتكلم فيه اخد بالك انما اللي انا عايز اقوله بحث شؤون الدوري اه طيب في اللحظة دي شؤون الدوري هيبقى لها صورة معينة هم بعد اه شهر الصورة دي هتختلف تماما هتجد قوة من اللي كانت عايزة رأي محدد بتغير رأيها لان مصالحات غيرت يعني لو لو اتحصر مثلا مثلا صراع الهبوط في خمس ستة اندية هتلاقي خمس ستة اندية دول يتمنوا الدوري يتلغي ولا مش هتمنوه لان ظروفهم بير صعبة لو لو هو الموقف اتحاسم وده مش سهل يعني اه وهما النهاردة ينظرون انهم بمنقى عن هذا الصراع اه لازم يكمل لان انا صرافت ما ينفعش ابدا يا اخوانا التحاد الكرة كل ما حب ياخد قرار يجمع الاندية يجمعهم لازم 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 في بداية الموسم لازم عشان ده العقد اللي بينك وبينهم وده اللي كان بيقوله كابتن صالح سليم نجتمع نتطفق على نظام مسابقة يبقى هذا هو العقد الذي ستنطلق به مصابقة الدوري لا يحدث مساس فيها ولا اه 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 كان لو التحاد مش كده ها وخلى كل المشاط في معادها كان زمان كنت في الاسبوع العاشر لان كل الاندية هتستنى من الاهل يلعب اه صح ولا غلط اي العاشر او الحداشر او انما في المقابل هل استفاد الاهل من التأجيلات اكتر نادي قدير لان النادي المنافس انطلق وبعد عنه بمسافة في مجموع النقاط اي ايه وهو تحمل اصابات كبدته ما تشط يعني ما كانش حد يتوقع انه هو حيخسارها يعني اه فانا بقول لك اه اه اجتماع يا رب يعدي على خير ويعدي اه والناس تخرج بعلاقات اه سليمة وكويسة وإلا بقى اذا كان كل واحد وقوته واستقطابه لعدد من الاندي يقدر يعني ياخد القرارات اللي هو عايزها دي احنا نبقى نخدش في نفق مزمن طيب هنا الاتحاد الكورة لو هي المسألة وده التوقع يعني المهندس عدلي قال انت عندك تصور وهو عنده تصور انا تصوري ومش هسأل باش مهندس يعلن تصوره لانه كان قال قبل الحلقة مش هعلن تصوره الا لما لقى الهل يلعب مؤجلاته فخليه لما لقى الهل يلعب مؤجلاته انا اللي هعلن تصوري ايه اللي هيحصل انت لعبته مؤجلاتك في التصور انه الاتحاد لان في قلة قالت ان الاتحاد انه الاجتماع كمان حيصارح الاندية باضطرار الاتحاد لاغلاق بعض الملاعب عشان تجهزها الكاس لهم فهنا هيطلب من المهندس او الحج عامر حسين يعمل 3 اربع تعديلات لبعض المباريات هو اللي غير دلوقتي الازمة كلها مباريات الاهلي واشتراط بيرامدز وتهديد الزمالك او تضامن الزمالك هي دي الازمة فقط ايه الملاعب اللي هتتقفل ايه استاد اسماعيلي مثلا من الملاعب اللي هتستقبل للبطولة فبالتالي وده حالين بيستقبل مطشاط هيبقى مؤثر فبالتالي انا اعتقد انه اللجنة المنظمة لكاس الامم مع لجنة المسابقات هيكون الحديث حوالين ملاعب التدريب وملاعب المباريات لكاس الامم وايه جاهز منها وايه اللي محتاج فترات صيانة وشوق فهيجي الحج عامل حسين يروح عامل تعديل على اربع خمس مطشاط غير مباريات الاهلي عشان لما يطرح الامر لكل رؤساء الاندية او مندوب الاندية ما يبقاش الكلام فقط على ازمة الاهلي وتهديد بيرامدز وتضامن الزمالك لا يبقى المسألة احنا بنتكلم فيه الظروف الاستثنائية وبنتكلم في المصلحة العامة وبنتكلم فيه وضعية الاستعداد لكاس الامم واغلاق الملاعب فيروح متأجل تلات اربع مطشاط او يتعدل معادة وتعالوا يا جماعة نوافق على هذا الظرف هنا هيتقل البقية الاندية ما بيصوتوش بس على موضوع الاهلي لا ده بيتكلموا على الجدوى الكله والجدوى الكله لغاية دلوقتي مستقر لكن علشان يبقى فيه مبرر للدخول اليه وتصويت بقية الاندية هيتلعف تلات اربع مباريات تأجيل وتعديل مواعيد ويلا جماعة نصوتوا بالتالي على الاهلي ان يوزعن وعليه ان يوافق يا سيدي ده مش قرار يتخذ باغلبية ده قرار فني وقرار له يترطب عليه حقوق خلي بالك احنا فيه بعد الناس اللي بتكلم الغاء الدوري العام فيه بعد الناس مش شايفاء هو مش فيه راعي للدوري طبعا الراعي ده مش طرب فلوس صحيح عايزها دوري يستمر كويس يبقى انت دلوقتي لو خلقت نظام يهدد استمرار الدوري هتعمل مشكلة اقتصادية طبعا طبعا مش عارف انا مش عارف الحقيقة يعني وحتجهز لعيمة المنتخب ازاي ولذلك انا يعني بقولك هتحفظ على رأي دلوقتي لان الموضوع معقد جدا طيب الكابتن واق الجمعة في فيديو له بيتكلم على الظروف اللي بيمر بيها الاهلي وايضا اداء لهذه المباريات نسمع واق الجمعة طيب هو يعني كابتن واق الجمعة اللي احنا بنقوله هنا هي ازمة لا علاقة بامور اخرى او مبنية على الموقف الجديد للنادي الاهلي الموقف الفني الجديد لكن رمج صالح له ايضا رأي فهذا الموضوع ممكن يكون مشابه شوال بس نشوفه انت بتدعف افريقيا انت بتمثل مصر الاهل لما بيكس اخت بطولة في النهاية بتعود على مصر للاهل المصري يعني في النهاية انت بتمثل مصر ونادي بحجم موقيمة النادي الاهلي يعني لكن ممكن احنا نخرج من الموضوع ده ولو حتى جابوا شركة اجنبية هي تحط جدول المباراة او شركة مثلا اجنبية وفي كلام اليوم على هذه النقطة لو جبت حتى هيراعي الموضوع ده لانه النادي الاهلي بيمثل دولة موسيقى منه ولا لا ده اللي حيبان في اجتماعها للاربع لكن القضية نفسها كانت محل اهتمام الحياة كتير من السادة النقاد الاستاذ الاستاذ حسن المستكاوي له مقالة مهمة على هذه الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المسابعة وقال في مقالة له في الشروق انتم تطلقون النارة على اقدامكم وقال الاساس حسن المستكاوي سؤلته ما رأيك فيما يجري من تراشق بالتصريحات بين الاندية وبعض عناصر اللعبة والموقف بشأن المباريات المؤجلة للاهلي اجابته بانني قلت رأيي مباشرة وفورا تعليقا على بيان نادي بيرامنز وما يتعلق بمؤجلات الاهلي وكان ذلك على الهواء مباشرة بستوديو اون سبورت اف ام والواقع انني قلت رأيي عن هذا الموسم بالكامل قبل ان يبدأ وحذرت من انه موسم مشحون ومزدحم وعلى الجميع تحمل الارتباك ويقول الاساس حسن المستكاوي وقلت رأيي عن مشاركة الاندية المصرية في البطولة العربية وشرحت اسباب تأييد للمشاركة وهو موقف المعلن والمكتوب منذ ايام الامير فيصل بن فاد وحين تولت اي ار تي الاشراف على البطولة وقلت رأييي في تلك المشاحنات التي تقع بيقول بقى الاساس حسن المستكاوي موقفي لا تتغير وليس لها علاقة بشخص او باشخاص لكن اصحاب القرارات هم الذين يتخذونها او يوفقون عليها ثم يغيرونها حسب نتائج فرقهم وهم الذين قرروا الاشتراك في البطولة العربية وهم الذين هزوا رؤوسهم بالموافقة على الموسم المزدحم وعلى ان المجموعة الواحدة افضل من المجموعتين لقد اصدر اتحاد الكرة بيانا لطيفا يؤكد فيه انه على مسافة واحدة من جميع الاندية لكن البيان لم يوضح قاطعا وحاسبا لماذا مباراة الاهل والزمالك يوم 30 مارس مثلا وهل يمكن ان يلعب الاهل مبارياته الموجلة قبل مواجهة الزمالك وهل كان ذلك كما يقول بيانكم بسبب طلب من الزمالك وبيرامدز ولو كان ذلك صحيحا لماذا توارى خجلا في البيان لقد قلت في سياق تعليق على قضية المباراة الموجلة ان رئيس لجنة المسابعات وعضاء اتحاد الكرة لا يعلمون متى واين يمكن ان تقام مباريات الاسابيع القادمة وقلت ان اكتب في هذا الامر منذ 30 عاما واطالب بجدول له نهاية وبداية وتسألت كثيرا من الذي يدير كرة القدم في مصر ده الكلام للأساس حسن المستكاوي وبيقول ان حالة الاحتقان اراها بسبب التراشق والاساءات ورد الدعابة ان تمر كل مباراة بسلام خاصة انه لا تمر لحظة دون هذا الهجوم الموجه الى الحكام وهو بالفعل قديم ويمضي بجوار كرة القدم عبر مسيرتها منذ عقود وبيقول ان ترك تلك التصريحات والاتهامات يخالف قواعد اللعبة ويجعل كثيرا من الناس رافضة وغاضبة ومستهترة ومزدحمة ومختنقة ومتخانقة ومحبطة ويائسة وهذا من نتائجه انتشار كرة النار واللعب بالنار وبيختتم الاستاذ حسن مستكاوي مقالته في الشروق انتم يا جميع عناصر كرة القدم في مصر تطلقون النار على اقدامكم فهل تظنون بقدرتكم على السير بدون اقدام؟ ساعة برده ما اكتشف انهم ضربوا نفسهم بالنار حيشوفوا حد شايلون المسؤول ايه بصوا استاذ ابراهيم تعالى بس ايه عشان ناس والله من غير ما نقولهم رأينا هيفكروا معنا واحدة واحدة ايه تخيل اتحاد الكورة من نفسه كده بدن يقول مطش الاهل وزمالك 30 مارس كان قال 28 فبراير كان اسباب الشكوى الحالية مش هتكون موجودة صح ولا غلط صحيح ما كانش حد هيحتاج لا غلط كان نادي زمالك هيقولك انت عايش تلعيب من الاهل وزمالك وبرضو نزلت المؤامر هتنط هنا بس خليك معايا خليك معايا ايه محتاجك فضل انا لك على طول اه كان حيقول اينا دي زمالك اه وحيتضمت بقى معاب بيرامل العكس اه كان حيقول انا ألعب يوم 28 وانا عندي يوم 3 مطش مع بيترو اتليتكو في انجولا ها يعني انا ألعب وشفل تاني يوم مش واخدين بالهم من فبراير 28 بس اه وتاني يوم وترانزيت وروح انتو عايزي تضيع على البطول الافريقية كان حيحصل كده لا لا صحيح ها لكن اما وان الاتحاد راعة هنا الاتحاد راعة مين مهم راعة الزمالك مرعاش الاهلي ايه انه مع التلوش ماتش الاهلي قبل قبل السفر على طول مهم لا برضو نشوف للاهلي تخريجة تانية يبقى بيرامد يقولك لازم الاهلي وزمالك يلعبه ويتضمن معه نادي زمالك هب هب ان الاهلي وافق على اداة زي المباراة هل يوافق نادي زمالك هل من مصلحته ولا حيوافق من باب العناد هل في اللحظة اللي احنا فيها دي المصوغ الفني ومصلحة نادي زمالك ان يلعب مباراته مع الاهلي يوم ثمانية عشرين ويسافر يوم واحد عشان يلعب يوم ثلاثة في انجولا بعد هزيمته كمان في المباراة الماضية يصار في النظر بقى ما هيقولك هزيم عابرة اه وحيقولك انتصار عابر للاهلي انا مش بخش في الحتة دلوقتي اه انا بخش ان يا جماعة والله العظيم ثلاثة ما كان حيخبره وحتى الكلام للأساس حسن مستكاوي هي فكرة انه لا الاهلي ما يلعبش مع الزمالك الا بعد مبارياته المؤجلة وده اللي حصل ما عرفش ليه الناس فاكرة المؤجلات دي حاجة كبيرة اوي الاهلي بالمناسبة بكرة مع امبي اخر مباراة مؤجلة للاهلي من الدور الاول يفضل له مباراة واحدة مع الزمالك ده بالعكس الزمالك عنده مباراة كمان مع الاسماعيل يعني كان المفروض الزمالك وانا بلعب ان بيلعب الاسماعيل اه لو شئنا يعني الدقة في الترتيب لكن الاهلي ما بيقافش عند المسألة دي قبلنا من الاول انه موسم استثنائي وقبلنا من البداية انه الكل يتحمل لكن مع الاهلي ومع فوآنه كلام كتير هيختلف بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد استمرارا لازمة اجتماع الاربعاء المفخخ وما زلنا وصفين له بهذا المعنى الى ان يستجد جديد ونشوف الامور هتمشي ازاي لكن استمرارا لهذه الوضعية نادي بيرامدز اعلن عن تعيين الاستاذ احمد عفيفي متحدث رسمي له وده اسلوب كويس يريد كل الاندية وكل الهيئات الرياضية يبقى لها متحدثين فعلا باسمها علشان اولا بتوفر لكل وسائل الاعلام فرصة انتقاء المعلومات واستقاء الاخبار من مصادرها وايضا بيكون فيه اطار مسئول يمكن التعامل معها ده شيء رائع جدا وشيء على المستوى المهني جيد لكن فيما يخص الاستاذ احمد عفيفي نفسه رجل من فترة قبل ما يلتحق بالعمل في نادي بيرامدز وهو عمل مشروع ومحترم كان الكلام على الاهلي وان الاهلي عنده كفيل وان نادي الزمالك اللي احمد عفيفي كان وقتها بيدافع عنه باستماته وده مشاعره محدش يقدر يناقشه فيها بالتأكيد لكن كان الكلام ما يخص النادي الاهلي وده اللي احنا هنا معنيين به لو اي حد بيعبر عن انتماءه وبيساند ناديه ما لم يمس كيان اخر المسألة مشروعة ومحترمة في سياقها ولكن دارة الايام يا سيد ابراهيب لكن دارة الايام كنت اقول لكم في الفاصل كان مهندس عادلي عايز يدندنها انما خلينا اجلنا الدندنه لغاية لما لقى ليلعب مواجلاته احمد عفيفي للتذكير وقت ما الاستاذ توركي اهل الشيخ زار النادي الاهلي واعلن عن علاقته الشرفية بالنادي الاهلي وقتها كتب الاستاذ احمد عفيفي في تويتر له بعد زيارة توركي اهل الشيخ للاهلي بحمد ربنا على نعمة الزمالك وبحمد ربنا ان عندنا مجلس ادارة ما بيمدش ايده لحد وبيصرف على نفسه وبيجيب لعيبة بدون مساعدات خارجية مفيش كافيل بيصرف علينا برافو مرتضى منصور سجل يا تاريخ ناد الوطنية والكرامة لا يتسول ده الاستاذ احمد عفيفي بخط يده في تويتر اعتقد واضحة لكم وضوح الشمس صيغة التعامل دارة الايام مش هنتكلم كتير في اسباب دورة الايام ولا تفاصيلها خالص لكن الزميل العزيز احمد اسامة ساقه ما قاله الاستاذ احمد عفيفي لانه الكلام مش بس في تويتر قديمة لا دلوقتي الكلام وعفيفي هذا الذي كان يتهم الاهل بالتسول وهذا الذي كان يتشرف بانه ناد الزمالك لا يمد يده وليس له كافيل ولا داعم ولا ممول اللي لعبته وبيجيب فلوسه من حر ماله هو نفسه الاستاذ احمد عفيفي اللي دفع الاستاذ احمد اسامة انه يعمل رد مهم جدا عن اتهام عفيفي لاتحاد الكورة بمجاملة الاهلي بتأجيل المباريات نشوف احمد اسامة وانا توالى في عرض فيديوهاته هنا الرد من احمد اسامة الحياة مقنع ومدعم بالمواعيد والتواريخ لكن هل الزمالك في حال تأهله للادوار النهائية في البطولات الافريقية كان بيجامل اذا ما وصفنا التأجيل بانهم جمالات ولا لا نشوف احمد اسامة الحقيقة امام الارقام ولو انها سعد بتتوه واخد بالك لكن اللي عايز يعرف الحقيقة حيدقق وحيكتشف ان الزمالك بيستفيد من نفس السياسة ها والاهلي لا يستفيد ولا يجامل وان المسألة المظلومية اللي ناس بتحب تعيشها والشكاوى المستمر هي دي هو دور المظلومية لانه حتى في اللبانة اللي مشت الفترة اللي فاتت انه لجنة المسابقات زبطت للاهلي المباريات المؤجلة بدون ترتيب وصدقوني هي المشكلة في حقيقتها انه الاهلي لا يحتاج وما بينشغلش بكلام زي كده في المستوى ده كتير لانه الاهلي هيلعب مع الزمالك 30 مارس والزمالك هيكون لسه ملعبش مع الاسماعيلي الاهلي ما تكلمش على التأجيل على الترتيب خالص لكن حتى احمد اسامة اهتم جدا بتفنيد كلام احمد عفيفي في التهمة المعلبة المتدولة هذه الايام على كل الارفوف الاعلامية انه الاهلي يتجامل في ترتيب مواعيد المباريات المؤجلة هو نوع من التشويش والشوشرة لان حقيقة الامر الموضوع مش عايز كده يمكن بيراميدي يقول لك يلعبوا مع بعض الاول ليه انه طرف وعايز الاتنين منافسين يلعبوا مع بعض الاول لكن لو ما تيجي تقول ليه لعب ماتش الكاس التمالك كاس ومال الدول طب ايفر الكاس يتلغى ايه اعلاق قدام ده طب ممكن اسأل سؤال هو بيراميز طرف منافس للاهلي بس و للزمالك طب و ليه ما تكلمش ان الزمالك ليه ما يعيش مع الاسماعيلي ده بالعكس ده هو قال انا هحترم من رغبة سات المستشار في انه هو طيب خلينا نحترم اسمع بس انا والله كنت عايز يعني افتكر حاجة في موضوع الاجتماع بتاع الملاربع ده اه الاستاذ احمد سويلم اه اه انا هستأذنك هنجيله اه هنجيله بس مش عايز اقطع تسلسل احمد اسامة في الرد على المباريات المؤجلة وترتيبات هنشوفه الاثنين في واحد وهدفهم واحد اعاقة الاهلي و الا صحيح زي ما قال احمد اسامة طب ما هو بيراميز يحتاج ان الزمالك ملعبش مؤجلاته مؤجلاته بشكل مرتب ليه الكلام باستمرار ان الاهل اتجامل في عدم ترتيب مؤجلاته بينما الزمالك لا الزمالك لعب مبارياته المؤجلة بالترتيب ولا المصر لعب مبارياته بالترتيب ولا اي نادي سبق له تأجيل مباريات لعبها بالترتيب لانه الترتيب معناه ان انت تتوقف كل حاجة لغاية لما ده يلعب مع ده وده يلعب مع ده متعطل كل ده يقول وده عمليا لا يمكن حدوث مش في اطراب تانية انت بتلعبها الاطراب تانية ديلي المباريات بالضبط انما فعلا زي ما احمد اسامة قال هي المسألة هو الراجل احمد عفيفي انت بتتكلم على مصلحة بيرامز كمتحدث رسمي باسمه وقالت لك في البداية لكل الحق والتقدير في ان انت متحدث رسمي باسم نادي لكن في نفس الوقت هو الدفاع عن بيرامز والزمالك ولا رمي طوب على الاهلي المسألة كلها تحديف طوب على الاهلي ليه الاهلي تأجله طيب بيرامز احتاج بشكل رسمي على ده في مخاطبات رسمية للاتحاد الكرة والاتحاد الاجتماع الاربعاء ليه الاستمرار في هذا الامر المسألة تبدو غير مفهومة لكن كمان احمد اسامة بيذكر على انه انتمش كنتوا قعدتوا قبل بداية الموسم وتوافقتم نشوف يعني الستاذ محمد طويلة قالك كل ده حصل وكل ده في الاعداء تم الاتفاق عليه هو كل كلام اللي قاله اسامة هي معلومات نقاها بعناية وبتركيز ايه وكنا عاملين شغل موازي لها هنا فبليه بنلجأ لشبابنا ده ايوا لان لابد بقى في عملية تجييش لاعلاميين في الفترة القادمة بما يصبح لمبارسة مزيد من السيطرة على الواقع الاعلامي فلابد ان يفعل هذا الاهلي ومؤسساته الاعلامية اللي موجودة معاه واحنا كبرنامج انطلاقا من مسؤوليتنا بنلجأ لشبابنا ده دعم الكل اه اللي عنده شغل كده هناخده ويكون موثق مفوش تجاوزات مفوش حاجة ونسيب نسيب في المجتمع ناس عارفة التاريخ صح بتاع النادي الاهلي وتاريخ الدوري لان النادي الاهلي سيتعرض في المستقبل وهو يتعرض منا الان لعملية تزييف خطيرة جدا في تاريخ كرة القدم ضده وزي ما اشار المهندس عدلي ملك وكتاب له منهجه اللي لن نحيد عنه مش هنتكلم إلا بوثيقة ومش هندافع إلا بمستند ومش هنبتذل في أي لغة مهما كانت الظروف ومهما كان الضغوط في أطراف أخرى منافسة إحنا عندنا التزام مهني واضح وثابت وأرجو أنه يكون ظاهر للجميع قلت لكم في بداية هذه الفقرة أنه الأستاذ أحمد عفيفي لما كتب على الفيسبوك اللي أنا قررته لكم وقت ما كان السيد توركي الشيخ على علاقة طيبة بالنادي الاهلي والرجل كان كتب أحمد عفيفي اللي هو الآن المتحدث الرسمي باسم نادي بيرامد ومالكه المستشار توركي الشيخ كتب أحمد عفيفي وقتها رجماً في النادي الاهلي أنا لا يهمنا على الإطلاق ما يتحدث عنه بشأن أي نادي آخر لكنه فيما يخص النادي الاهلي لا نقف كتب ساعتها التويتا ديت اللي أنا قررتها لكم قال إنه بعد زيارة توركي آل الشيخ للاهلي بأحمد ربنا على نعمة الزمالك وبأحمد ربنا إنه عندنا مجلس إدارة ما بيمدش إيده لحد وبيصرف على نفسه وبيجيب لعيبة بدون مساعدات خارجية مفيش كفير بيصرف علينا برافو مرتضى منصور سجل يا تاريخ نادي الوطنية والكرامة لا يتسول كلام جيد جداً وطيب طب و لما يرد بقى الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن هذه العلاقة يا ترى هيفضل الأهل في هذه الصورة ولا ينتهي الكلام نشوفه موسيقى عايز يهاجم الأهلي أحياناً بس ما يبقى جي كل مهمته مش هو ده دوره الوحيد ولكن في نفس الوقت يرجع يفسر ليه كان بيقول كده وليه غير مواقفه دلوقتي وهو قادر على ديه هيعرف يعملها يعني من بكرة هتبتدي زكي هيعرف يقولك أنه يلتقى في الصياق ووقته غير الوقت وكلام ده كله هيتقال لكن هو واضح أن إدارة الأيام والمصالح اختلفت والقبعات حصل تبادل للقبعات هتلاقي كلام ده كتير هل ده يزعج الأهلي الأهلي يمضي ويسير ولا يقارن ولا ينظر الأخرين ولكنه لا يأمن أن الأخرين مش ملحقينه ومش سايبينه في حاله حتى في تاريخه الأهلي كان أول نادي مصري يتأهل ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان جديد كأس العالم للأندية البطولة بدأت في ألفين بدأت في ألفين لكن الحقيقة كابتن طرق إياحي يقوله مننا كل التأدير لكن هي المناسبة لقوف عند النقطة التاريخية لأنه اللي بيسمع التاريخ لا التاريخ في حفظ قيمة جهود أجيال نسمع يا كابتن طرق إياحي وبعد كده نقول أنا مش عارف يا كابتن طرق زمالك خد البطولة 84 بطولة أفريقيا ورح كس العالم للأندية وقالك كان ساعتها البطولة هتتلعب في اليابان أو في الإمارات أول بطولة بالمناسبة أول بطولة خدها لإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا أو بطولة أفريقيا لديها أبطال الدوري وأول وبعدها الأل في التمنيات خد أول لكن كأس العالم للأندية البطولة لما تعملت في الفكرة الأولانية بتاعت الإنتر كونتريالي في التمنيات 99 معرفش هي أنهي السنة بتيجي أنهي بتيجي في بطولة تسعة وتسعين لأ اتعملت ألفين طب إنت هي ألفين بتيجي قبل ولا سنة ألف تسعمائة أربعة وتمين قبل معرفش الخلط الزمن الغريب وصل إزاي لكن المؤكد أن البطولة في ألفين لما تعملت اتقال إنها يوسعه رقعة المشاركين بالمناسبة ما كانش مشهر وقتها انه اللي حيكسب بطولة افريقيا هيروح كاس العالم او بطولة افريقيا هي المؤهلة لبطولة العالم للاندية ما كانتش كده خالص البطولة كانت حصلت محاولات لإقامتها والاسباب تسويقية كانت بتتوقف الى ان رأى الاتحاد الدولي اعادتها فهيشارك عدد الاندية كان بالمناسبة بطل افريقيا لاندية ابطالة دوري في الموسم ده هارتسوف اوكو الغاني بس عشان زيادة عدد المشاركين املا في انها تنجح تسويقيا قالك ناخد كمان بطل ابطال الكوز ده كانت بطولة في اطار الاختراح فكانت بطولة مقترحة لم يكتب لها النجاح لاسباب تسويقية فلم تقم ولم يشارك الزمالك ولم يسافر هارتسوف اوك يعني كانت مجرد فكرة وكان اول نادي مصري يشارك فعليا في البطولة كاس العالم للاندية لما رجعت في 2005 فده حفظا للتاريخ لكن لو عايزين نقول سنة 84 بتيجي قبل سنة 2000 يجوز ده لحفظ الحقوق التاريخية للجميع لكن ما يخص اخيرا اجتماع الاربعاء اجتماع الاربعاء مهم جدا بدأنا به الحلاء لانه فعلا اجتماع مرتقب بشكل اساسي جدا العميد سارواتسويلم او اللواء سارواتسويلم لما بعت كمدير تنفيذي للاندية كلها خطاب المشاركة انه كله ييجي للاجتماع والخطاب رقيق جدا وبيتضمن الهدف بشكل مباشر بحث شؤون مسابقة الدوري خلى موقع الاهل دوت كوم يسأل كمان الاستاذ سارواتسويلم انت كمدير تنفيذي موجه لهذا الاجتماع او لهذه الدعوة الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد المصري احد اعضائه اللجنة الاولمبية المصرية وهي المظلة التي تجمع كل الاتحادات الرياضية وبينها اتحاد الكرة كلاهما اصدر عقوبة ضد السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالايقاف وابلغت الجهات الدولية بهذا القرار اعتقد دي مسألة واضحة للجميع مش قرار سري خالص طب ايه موقفه وهو ممنوع من حضور الاجتماعات الرسمية ممنوع من تمثيلنا دي يعني نص العقوبة واضح ومعلوم للكافة سؤل العميد سارواتسويلم ماذا عن اجتماع الاربع وانت وجهت الدعوة للسيد رئيس نادي الزمالك فقال الاساس سارواتسويلم لموقع الاهل دوت كوم اجتماع يوم الاربعاء ليس رسميا ودي النقطة اللي تهمنا هنا هي جلسة ودية مع الاندية فقط سيعرض فيها هانا بوريدا رئيس اتحاد الكرة خريطة المرحلة المقبلة من تنظيم كاسر الامم وبحث تطبيق نظام الفار هنا المسألة باش ماندس يعني اجتماع هيحدد مصير عنده عبقرية انه لما يتحدث لازم يسيب لك حاجة تبقى تاريخيا مرجعية في التناقط يعني اه الزمالك عايز حكام اجانب لانه محتاج بطولة حكام محليين في نهاي كاس مصر عشان رئيس النادي محتاج بطولة تخيل احنا جبنا له تصريح تاني هو زعلان ليه ما احنا جبنا له الحكم اللي بيحبه تصريحات من هذا النوع ما بتتنسيش زي التصريح ده اللي مش هتنسي ليه وانا هنا معترض على كلمة انت قلتها بعد ما اسمك كلمة واحدة اه بتقول لي مرة تقول لي واحدة اه كلمة واحدة لا لسه المعترض على كلمة واحدة بقالك كويس قوي اما انت كويس قوي من قالك انت ده انت هاي لا يعني ما بتقول اجتماع مهم جدا قال له ساز سروت بتصريحه ده نسف اهمية هذا الاجتماع اه قالك اجتماع غير رسمي وجلسة ودية ايه طيب اذا لن تسفر عن قرارات رسمية بزبط اذا كانت ولا ملزمة اذا كانت مش هتسفر عن قرارات رسمية تضيع الوقت ليه اه او ملزمة يبقى مش اجتماع مهم ده كله عشان يبرر الخروقات اللي هتحصل لقرار الاتحاد الافريقي واللجنة القلومبية يعني جلسة ودية غير رسمية ينتظر ان تسفر عنها قرارات رسمية كبيرة مش رسمية تحدد مصير مساعدة عادي اسأله بقى اسئلة هنا اه عرفت ان الكلمة الزغيرة ممكن اعترض عليها بيبقالها كلمة كثيرة انت هتعمل الاجتماع اه هتكتب ايه في محضر الاجتماع ولا ما فيش محضر ما هيودية بقى اه طيب لما فيش محضر لما فيش توصيات بلاش قرارات وطبعا لما فيش توصيات بلما فيش قرارات طيب حتبعت للالقدية جواب تقولهم اسفر الاجتماع الذي تم بصفها غير ودية غير رسمية وبصفها ودية في التعادل كرة عن اتخاذ القرارات الملزمة القاتية تعديل مش عارف تقنية الفار ازاي هتاخد قرارات وهتكلم الاندية في ايه والمحضر بتاعك على كتب في الحضور ازاي ما احضر لها يثبت الحضور وازاي مش كل واحد من الحضور حينضي بالنيابة عن نادي انت مشترط التمثيل قالك رئيس النادي او عضو بمجلس ادارة اذا كان الرد يقول كده وان يتركها لقرار مجلس ادارة الزمالك ورئيسه انه هو بينباري يدافع عن حاجات مش مطلوبة منه فبيعمل تصريحات وانت بتركبها كده تلاقيه عجيبة جدا ومتنخضة جدا لو حضر رئيس زمالك ومضى مصير المحضر ده ايه لو تم اتتعن عليه يبقى لو حضر حيوعد جوه القوضة ولو حضر واناقش برضو غير غير ناقمه وحيقولك مع ممكن الجالسة والدية طب ممكن اي واحد من حقه ساعتها يقولك انا ما شاركش في اجتماع غير رسمه شفت وضع مضحك كلمة كلمة بتتقال بدون حساب تدعياتها صحيح كان ممكن يقول والله ده مش انا بعدت الجواب وكل واحد يبعت اللي هو عايزه ايه الصعوبة في كده ايه هو انت مسؤول انك تبرر للناس واللي عندك معلومة ايوه وعارف ان دي معمولة بالطلب الجلسة دي وان اللي طلبها لازم يحضرها ده تفكير بقى الوسواسة بقى يعني الحقيقة دايما نعمل اشكالية من لاشيء والامور بنصعابة عن نفسنا اشكالية من لاشيء لكن الشيء المؤكد انه حفلة المتعة امام سنبا اسعادت كل الاهلوية فيها تفاصيل كتيرة تساعدكم ان شاء الله بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مباراة الاهلي مع سنبا التنزاني اظن واتمنى ان شاء الله ان دي كانت النقطة الفارقة في المستوى الفني العام لان عدد كبير من اللعيبة بدأ يرجع لمستوىه الطبيعي عدد كبير رجع من الاصابات اللي ابعدتهم الحالة الفنية مع شيء من الانصهار والتجانس بين اللعيبة اللمسة المهارية المميزة جدا والمميزة ايضا لطبع الكرة اللاتينية يمثلها الارجوياني مارتن لساري بدأت تظهر فكانت النتيجة هذه الكرة الحلوة هذا الاداء الرائع جدا اللي انا اعتقد ما فيش حد ما استمتعش باي هدف من الاهداف الخامسة لدرجة انك ممكن تحتار انهي هدف احسن الهدف حتى اللي جابه علي معلول بعد عشر او احداشر تمريرة بين اللعيبة بدأها محمد هاني من النص الملعب في الناحية اليمين كل هدف اجمل من التاني باش مهندس الماتش جاوب على مجموعة من مش القالة مجموعة من الترقب حالات الترقب اللي كانت عند الجماهير امت نشوف بصمة المدرب هو اللعيبة دي هتقدر تعمل لنا فارق ولا مش هتقدر فكانت الاجابات بتيجي على فترات في كل المباراة الماتش سيمبا البداية كانت هايلا مدهشة موفقة منتجة جدا 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 هتاحت للمدرب فرصة انه يجرب ناس ويعمل تعديلات يمكن ما كانش هيعملها بالاريحية دي لو الماتش مضغوط فده خلى طبعا انك ما تقدرش تستمر على نفس الوثيرة تسعين دقيقة ده مستحيه اللي عملت النص ساعة دي على مدى تسعين دقيقة لمدة سبع تمن ماتشات وارا بعض هتعلى انت برشلونة اه مش الاهل اه فانت انا انا عايز الناس بس هي بتحتفل تتخيل لحظة هتبتدي تنتقد هتيجي لحظة ماتش من الماتشات تقولك لأ ما قدناش بالشكل الممتع لأ ما قدناش لان الوقت بقت طموحات المتعة والنتيجة هي اللي بتحرك كل الناس وده الهدف الاشمع من كرة القدم الحقيقة صحيح طيب الكل استمتع بهذا الاداء المبهر هل الصحافة المصرية شافت الاداء على هذا النحو من التميز الشديد جدا ولا لا نشوف في هذا التقرير الصوتي المردود الصحفي لخماسية الاهل في سندق فوز كبير للآل على سمبا التنزاني في البطولة الافريقية بخماسية صاحبه اداء يليق بزعيم القارة الافريقية في مباراة شهدت تألقا لافتا لجميع لاعب الاهل بلا استثناء الفوز بالنتيجة الكبيرة والأداء العالي اغلق الباب تماما لأي نوع من الاختلاف في الرؤى التحليلية للمباراة وعليه جاءت عنوين الصحف والمواقع بعد المباراة لتصب في معين الثناء على الاهل ولاعبيه ومديره الفني كتبت صحيفة الاخبار المسائي سيمفونية اهلاوية امام سيمبا الاحمر يكتسح سيمبا بخماسية يتصدر مجموعته اما صحيفة الاخبار فكتبت الاهل يسحق سيمبا التنزاني بالخمسة شوط اول عالمي الجماعية كلمة السر لاسارتي يطمئن على المصابين نذهب الى صحيفة الاهرام التي كتبت الاهل يسحق سيمبا التنزاني بالخمسة يحلق منفردا في صدارة مجموعته بدور الابطال لاسارتي خدع المنافس بالمهاجم الخفي الشحات ابدع في صناعة الاهداف ولكن كله في شوط واحد لم تبعد الاهرام المسائي عن السياق فكتبت الاهل يفترس الاسد اكتسح سيمبا التنزاني بخمسة اهداف في اربعين دقيقة اقترب من ربع نهائي دور الابطال لاسارتي يتلاعب بباتريك وشحات نجم من دون تسجيل الشوط الثاني للتجارب فقط واخيرا كتبت المساء خماسية اهلاوية في البطولة الافريقية الاهل نصب السرك لسيمبا التنزاني في الشوط الاول اما على صعيد المواقع فلم يكن الامر مختلفا عما رأته الصحف الورقية حيث كتب موقع اليوم السابع الاهل عازف سيمفونية كروية يهزم سيمبا بخماسية في دور الابطال وكتب وكتب موقع صب البلد الاهل يمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية في الشوط الاول وجاء عنوان موقع في الجهل الاهل الاسد المالك زئيره احرق سيمبا زعزع القارة السمراء واخيرا كتب موقع يلا كورا شوط واحد يكفي الاهل يلتهم اسود سيمبا يحمي صدارته بدور الابطال طيب واضح جدا انه كل جريد احتفت بالاهل واحتفلت بالخماسية باشواندس مؤكد لما هتعمل هذا الاداء مؤكد مؤكد ده المرضود اللي حيكون موجود ولما تكسب بطلات حتشوف نغمة الادارة وتعلمه وهو الاهلي فنستحم شئة هجوم برضو طيب المباراة الحقيقة قبلها على طول المدرب المدير الفني لسيمبا التنزاني باترك قسيم الرجل كان تصرحته مستفزة قبل المباراة ونقالتها معظم وسائل الإعلام لانه كلامه انا جاي مصر وعارف ان انا هتحسب عليها ضربة جزاء لانه كل حكام افريقيا في المباراة مع الاندية المصرية بيجاملوا المصريين ده كان كلام غريب جدا وبدر قوي وحسنا فعل الاهلي جاب خمسة من غير ضربة جزاء بالعكس كان له ضربة جزاء نشوف بعد المباراة بعد هذه الخماسية المدير الفني السيمبا احساسه ايه بقى طيب في هذه المجموعة اللي هي المجموعة الرابعة فوز الاهلي الكبير خلاه يتصدر او يحتفظ بالصدارة بسبع نقاط تعادوا الاتنين اتنين في نفس الجولة والمجموعة فيتا كلاب الكنغولي على ملعبه في الكنغو مع شبيبة السورة الجزائري فيتا كلاب التاني بقى عنده اربع نقاط الاهلي سبعة وفيتا اربعة السيمبا التانزاني بقى التالت بتلت نقاط وشبيبة السورة الرابع برصيد نقطتين ده الترتيب في هذه المجموعة لكنه مش بس المردود الصحفي اللي احتفى بالاهلي السوشيال ميديا كمان كلها على تنوعها والتساع ارجعها كان مردود فوز الاهلي الكبير واداء رائع جدا على سيمبا التانزاني محل اهتمام في السوشيال ميديا نشوف هذا التقرير ولا في غير فرحني هو العنوان الاقرب لتوصيف حالة الرضا والانبساط الجماهري بعد الفوز الساحق للاهلي على سمدة بخماسية ولا اروع السوشيال ميديا التي صارت مصدرا واقعيا لقياس الحالة المزاجية للجماهير الاهلوية اكتسب بمظاهر فرحة عارمة ننقلها من خلال جولة سريعة تبدأ عند جروب معا لرفعة الاهلي فكتب خمسة وخميسة صلوا على النبي وتعبيرا عن حلاوة الاداء وجماله تساءل جروب صوت الاهلوية نقول الاهلي مكان الدور الاسباني ولا نستنى شوية الوعي الجماهيري كان حاضرا في التعليق على اداء الشحات رغم انه لم يسجل لكنه استحق الافضل في المباراة بعد الاداء الرائع والمساهمة في صناعة ثلاثة اهداف لزملائه فكتب عنه جروب صوت الجماهير الاهلوية فلوسك حلال يا خطيب الشحات الثعل بالجديد حسام غالي كابتان الاهلي السابق ايضا غرد على تويتر في نفس السياق وكتب حسين الشحات اسطورة جديدة تضاف لأساطير الاهلي الاهلي كله مبدع النهاردة هو دا الاهلي اللي بنح لنبي اما الخبير الكروي محسن صالح فكتب مبروك للاهلي حسين الشحات ذو قوة ثلاثية مدافع مهاجم صانع العاب جناح وسط نص رص حرب يراوغ يصوب يركن زئبق خفي وهمي بركات ابو تريك متعب اما لا صارتي فكان بحق عريس الفرح بالنسبة للجماهير جروب مع الاهلي دائما وابدا كتب لا صارتي يلعب باحترافية بياخد العوز من المطش وبعدين بيهد اللعب عشان يريح اللعيب بسبب ضغط المباريات اما جروب نادي القيم والمبادئ فلخص كل ما يمكن قوله على سارتي عندما كتب المدرب اللي خليك تحتار في اختيار اللاعب نجم المباراة يبقى هو نجم المباراة شابولا سارتي والان نذهب بكم لتجولي بين تغريدات المشاهير على تويتر نبدأ بالتغريدة العبقرية للفنان نبيل الحلفاوي بين شوطي المباراة التي تشعرك انه شاهد الشوط ثاني قبل ان يلعب الحلفاوي نصح بالاكتفاء بالاهداف الخمسة وتهدئة اللاعب في الشوط ثاني ولم الفريق في الخطوط الخلفية حفاظا على سلامة اللاعبين اما عظامت الشهير بالفنان ياسر جلال فكتب الاهل يعزف مقطوعة موسيقية لليلة شاعرية ببرج العرب عنوانها صوت الجمهور طرب وكتبت الفنانة الاهلوية ندى بسيوني بخماسية نظيفة نتصدر مجموعتنا فيما عبر الفنان احمد السعداني عن سعادته بعبارة قصيرة هود الاهل الا نعرف اما المعلق الكروي محمد الكواليني فكتب الف مبروك للاهل الفوز الكبير وديما فانتصارات كان للناقض الكبير حسن المستكاوي رأي فني اثنى فيه على اداء خط الهجوم الذي لعب بلا رأس حرب صريح ختم المستكاوي بعبارة ضاحكة قائلا الطريف ان مدرب سيمبة يعتبرها نتيجة جيدة اما النجم محمد هاني فغرد بكلمة واحدة الحمد لله في اتجاه اخر اغلق النجم صالح جمعة الباب في وجه مثير داعما لزملائه ننافس في اكثر من ثلاث بطولات الاهلي يحتاج كل لعبي وكل الدعم للمقيدين في القائمة الافريقية سنقاتل حتى النهاية افريقيا يا اهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ ايضا عبر عن فرحته بنشر صورة لجدول ترتيب المجموعة وكتب حلق يلسر الاهلي اما الختام فكان عند الكابتن زكريا ناصف اللي كتب او عيخونك تفكيرك وتخاف على الاهلي خاتما تغريدته بعبارة فلسفية عميقة هي مورثات يصعب على البعض فهمها الاهلي دام امتصار الاهلي ودامت افراح بماهيره افراح بماهيره يعني هي حالة من السعادة الانتشاء الناس بمجمل ثقافاتها واختلاف وتنوع حتى المراحل العمرية الصغير والكبير والفنان والأديب والرياضي وابن الأهلي كله متفائل وشايف أن دي انطلاقة جيدة يا رب نحافظ عليها يا رب نحافظ على هذا المستوى أنا مش هقول لك أن أنا مطمئنة بعد خمس مطشات بالشكل ده طيب في أفريقيا إيه اللي هيحصل؟ لأنه أديكوا شايفين الجدول المضغوط ومحدش بيشتكي اللي يلعب مع سيمبة بكرة يلعب مع أمبي يلعب الجمعة كمان مع حرص الحدود السابت يسافر إلى تنزانيا شايفين الجدول ماشي بهذا الشكل المضغوط إزاي ومحدش بيتكلم لكنه عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة للمجموعات الأفريقية أنتوا عارفين أن هذا الدور أربع مجموعات في مارس اللي جاي يعني الشهر الجاي على طول هيكون كل المجموعات خلصت مباريات الأهلي بعد ما هيلعب يوم 12 الشهر ده مع سيمبة في تنزانيا هيلعب فيتا كلوب الكنغولي في كنشاس وهيختم المشوار مع شبيبة السورة الجزائري في القاهرة ويدخل بقى الأرعة في شهر مارس الأرعة هتبقى عبارة عن إيه لأن الناس كتير سألت مجموعة الأهلي هتصف مع أنه مجموعة لا الوضع دلوقتي كله أرعة جديدة لكن هيبقى فيه امتياز لأوائل المجموعات أوائل المجموعات الأربعة هيتحطوا كده وهتتعم الأرعة بين الأربع تواني مين يلعب مع ده مع ده كل نادي مش هيروح أو كل نادي في كل فرقة مش هتروح لمجموعتها قبل ما يكرر الموقف بتاع المرة اللي فات بالضبط إنه ويرجعوا فيه وقولك آه عشان جملوا الأهلي لأ حييجي يقولك ارمي كرة لدول لكنه هيقع فرقة لعبة يعني فيتا كلوب لو سعد مع الأهلي أو سيمبا لو سعد مع الأهلي هيطلع تاني ما يواجهوش بعد كده في دور التمالي ما يشحيفش معه في القراءة بالضبط فبالتالي ده الوضع اللي حيكون عليه الأهلي بإذن الله لكن مباراة إنبي بكرة بإذن الله تعالى مباراة جديدة للأهلي في مسلسل الضغط المباراة حتكون الساعة 6 مساء في أستاذ بيتروس بورت الأهلي ترتيبه في الدوري الثالث عنده 33 نقطة بس فقط من 16 مباراة إنبي عنده 21 نقطة لكن من 20 مباراة قلنا لكم القايمة من بدري الأهلي لعب مع إنبي قبل كده 31 مباراة الأهلي فاس في 20 وتعدوا سبع مرات وإنبي فاز أربع مرات واحد منهم أضع البطولة من الأهلي سجل الأهلي في مرمى إنبي 56 هدف وسجل إنبي في شباك الأهلي 32 هدف هداف الأهلي أمام إنبي محمد أبو تريكا ومحمد بركات ولكل سبع أهداف ومتعب كان عنده خمس أهداف أماده في لوفيو عنده ثلاثة وكله مشي لكن بقي الأهلي بروحه وبجمهوره وبعزيمة لعبته إن شاء الله اللي عازمين على إسعادكو كلكو وتقديم أفضل العروض اللي شفتوه أمام سيمبة بإذن الله مع مزيد من الثقة مع زيد من الدعم مع مزيد من التجانس وعودة اللعيبة الكبيرة أعتقد الوضع هيفرق كتير بشماندس بإذن الله ويعود الأهلي كما نتمنى جميعا المتعة والأداء والريادة والكل حاجة حلو بإذن الله المتعة والأداء لأصحاب الفانيلا الحمراء دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تسبوع الخير موسيقى